مسائل فل على كل متابعين قناة حريف أفلام فيلم النهاردة اسمه جالوز هيل الفيلم بيبدأ مع ديفيد اللي بيصحى من النوم وبيصور المدينة من شبك قوتو في القوتيل وبتصحى خاطبته لورين وبيقولها انه هيروح يدور على بنته جيل وانها لو مش عاوزة تيجي معاها ممكن تستنى في القوتيل وفي الوقت ده بتكون جيل مع خالتها جينا اللي بتكون شغالة موزيعة في كولومبيا ومعاهم بريمون المصور اللي بيكون حبيب جيل بيخرجوا سوى كلهم ولما بيرجعوا القوتيل بتلاقي جيل ابوها ديفيد وخاطبته لورين مستنيينها ابوها بيقولها انه هيمشوا النهاردة من كولومبيا لان فرحه قرب وهي لازم تبقى في البيت من اسبوع فبتقوله جيل انها مش عاوزة تروح معاها ومش عاوزة ترجع بتقولها لورين انها عاوزها تبقى موجودة معاهم ومش هينفع تعمل الفرح من غيرها وبيصامم ابوها انه ياخدها دلوقتي فبتقوله جيل ان الباسبور بتاعها مش هنا وانه في ميدشي بيتدخل ريمون وبيقوله ان ما بينهم وبين ميدشي دي 8 ساعات فبيقول ديفيد انهم هيروحوا ويجبوا بيسافروا بيركبوا العربية وبتسوق بيهم جينا بيكون ديفيد متضايق من وجود ريمون مع بنته وبتقوله جينا انهم عاملين زي هو واخته مارسيلا وانه محتاج يدي بنته مساحة من الحرية شوية لانها كبرت بس ديفيد بيقولها انه عاوز يخلي باله من بنته ويحميها ومش عاوزها تخلي ببادري زي هو وامها بيوقفهم شرتي في الطريق وبيقولهم ان الماطرة وقفت الطريق اللي هما ماشيين فيه وفيه فيضانات فلازم يروحوا من طريق تاني بس بعد ما بيمشي الزابط بتقولهم جينا ان الراجل ده مش بيفهم حاجة انا من هنا وبقولكم الطريق ده كويس وهنوصل بسرعة وبتقنعهم يكملوا في الطريق وبيمشوا بيعدي وقت طويل ومش بيوصلوا فبتقول لها لورين انت مش قلت اننا قريبين بس بتيجي موجة من الفيضان وبتغرق العربية وبتغرز ديفيد بيحاول يطلعهم بس بتيجي موجة تانية وبتتقل بالعربية ولكن بيطلعوا كلهم بسلام بس لورين بتتصاب وبيقدر ديفيد يطلعها وبيقول لهم بريمون ان فيه بيت قريب ممكن نروح نخبط عليهم عشان يساعدونا وفعلا بيروحوا هناك وبيفضلوا يخبطوا على الباب لحد ما بيجي راجل من جوا وبيقول لهم ان فيه قطيل قريب وبيبقى رافض يستقبلهم فبيقولوا ديفيد ان دي عالته ومعاهم واحدة متصابة بيشوف الراجل جيل بنت ديفيد وبيوافق انه يدخلهم بيقعدوا عنده وبيفضل يعملهم بطريقة وحشة بيعرفوا ديفيد بيهم والراجل بيقولوا ان اسمه فيليب بيتكلم اسباني فبترجب جيل كلامه ليهم بتطلب لورين مياه وبتروح معاها جيل عشان يجيبوا المياه من المطبخ وفي المطبخ بيشوف فيليب السلسلة اللي جيل لابساها فبيقول لها ان الصليب مش هيحميها بتخرج جيل وهي حاسة ان الراجل ده غريب جدا وبتحكي لريمون على اللي قالوا بيسألوا ديفيد لو في حاطب عشان يولعوا الدفاية فبيقولوا فيليب ان هو بس يجي معاه وكلهم يفضلوا مكانهم ومحدش يتحرك من هنا اول ما بيخرجوا بيقوموا كلهم يدوروا في البيت وبيكتشفوا ان البيت ده كان قوتيل قبل كده بس محدش نزل فيه من 1978 وبيلاقوا خط التليفون مقطوع بتقولهم جيل انها عاوزة تروح للحمام وبتكون لورين خايفة عليها فبتقول لها جينا ان مفيش حاجة تخوف وبيروحوا ريمون معاها وبيكون البيت شكله غريب ومهجور ولما بتدخل جيل الحمام بتسمع صوت حد بيصرخ من تحت الارض وبيطب المساعدة فبتخرج بسرعة ريمون وبتقوله ان في واحدة محبوسة هنا بتدخلوا الحمام وبتسمعوا الصوت اللي جاي وبتقوله انهم لازم يدوروا عليها وفي الوقت ده بتكون جينا قاعدة مع لورين عشان تاخد بالها منها بيجي فيليب وبيتدايق انهم ماسمعوش كلامه واتحركوا وبيروح يدور على جيل ومحدش فاهم هو مندايق ليه بتحس بي جيل جاي فبتستخبه هي وريمون وبتلاقيه فتح باب في الارض بينزل على البدروم بتستنى اول ما يمشي وبتخرج هي وريمون وبينزلوا البدروم وبيلاقوا صدوق كبير تحته حاجات كتير وبيكتشفوا ان فيليب كان عايش تحت البدروم بتلاقي جيل بنته صغيرة هناك بيحاولوا يطلعوها بس بيجي فيليب وراهم ومعابون دقية وبييجي ديفيد من وراه بيدربه وبيقع بتقوله جيل ان فيه بنت صغيرة محبوسة في الصندوق بيفتح ديف في الصندوق فبيلاقوا طفلة صغيرة قوي بيخرجوها وبياخدوا فيليب وبيكتفوه بيفضل فيليب يقول لديفيد كلام كتير بالأسباني وهو مش فهمه بترجم جيل كلامه انه بيقول عائلتك كلها هتموت ومش هيقدروا يهربوا وبتقول لهم البنت اسمها أنا ماريا ولما بتسألها لورين عن أمها بتكون البنت مش قادرة تتكلم بيفضلوا يطمنوها انهم هينكزوها منه وبتاخد جينا تليفونها وبتروح تصور البيت والمكان اللي كانت محبوسة فيه أنا ماريا وبتقوم لورين علشان تشوف اي حاجة للبنت تاكلها بتروح المطبخ ولما بترجع بتلاقيها مش موجودة بتفضل تدور عليها في البيت كله وبتطلع فوق بتلاقي قوضة اطفال بتدخل تدور عليها بتبص لورين في الملاية فبتلاقي أنا ماريا وراها بس لما بتلف مش بتلاقيها وبتكون أنا ماريا في الوقت ده مع فيليب بيترجوها انها تسيبهم في حالهم فبتقوله ان الناس دول موجودين هنا علشان يحموني منك وبتقوله تفتكر مين اقوى ريمون ولا ديفيد وفي الوقت ده بيكون ريمون بيشوف العربية بتاعت فيليب لو شغالة عشان يخضوها ويمشو وبترجع أنا ماريا الصالة وبتكون جيل قاعدة معاها بتفضل البنت تحط ايديها عليها وتقولها ان جسمها قوي فبتتدايق جيل وبتمنعها بيدخل ديفيد وبيقولهم ان ريمون بيشوف عربية فيليب وهيمشو من هنا بسرعة وبتيجي جينا وبتفضل تصور أنا ماريا بتليفونها وبتسألها عن فيليب لكن البنت مش بتجاوب فبتزعق لها لورين وبتقولها تراعي حالة البنت بيدخل ريمون وبيقولهم ان العربية بتاعت فيليب بايزة خالص وما فيش امل منها وبيجي فيليب ومع سكينة عشان يقتل بيها البنت لكن بيلحق ريمون وبيضرب عليه نار وبيموت وبيلاقي ديفيد ان فيليب كان قاطع شرايينه قبل ما يقتل ريمون وبتكون أنا ماريا فرحانة ان فيليب مات وبتاخد جيل ابوها ديفيد على جنبه وبتقوله ان في حاجة غلط بتحصل ازاي البنت دي كانت عايشة والصدوق بيان علي انه مقفول من سنين في الوقت ده بتكون جينا في المطبخ بتجيب تلج لورين بتلف وراها بتلاقي أنا ماريا مسك تليفونها وبتقولها ان هي كمان عاوزة تصورها وتسألها اسئلة وبتسألها أنا ماريا عن مديرها تريفون بتستغرب جينا انها عرفت عنه وافتكرت ان ريمون هو اللي قالها فبتقولها أنا ماريا تفتكري لو تريفون عرف انك قتلت ابنه اللي في بطنك هيسمحك وبتتخض جينا منها وبتاخد منها الموبايل وبتنهار وبتتحول البنت في الوقت ده ديفيد وجيل ورايمون بيكونوا تحت بيقلبوا في الصندوق اللي كانت فيه أنا ماريا محبوسة بيلاقوا هيكل عظمي لجسة وبيكون فيه سلسلة متعلقة فيه بتاخدها الجيل وبتقرأ اللي عليها وبتقول لها ان الجسة دي بتاعة مراته بيفتشوا باقي البدروم والجسة اللي كان عايش فيه فيليب بيلاقوا صورة قديمة لفليب ومراته وأن ماريا متصورة معاهم وكان تاريخ الصورة سنة 1978 بيسمعوا صوت لورين بتصرخ ولما بيطلعوا بيلاقوا أنا ماريا مقتولة وجينا مغمى عليها وتليفونها مقصور بتقول لهم جينا انها حست بصعقة كهربائية في دماغها وبعدها ما الفتش اللي حصل وبتقول لهم احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي بس ديفيد بيقول لها هنتطر نستانا البكرة لحد ما العاصفة تنتهي بس هي بتبقى مصممة بتقول جيل ان جينا عندها حق وان كل حاجة هنا غريبة من اول فيليب اللي كان بيحذرهم وقال لها ان الصليب بتاعها مش هيحميها لحد الصورة اللي هم ملقوها سوا وان لو فيليب شرير ليه هيقفل على بنته صغيرة عادية بكل اللقفال دي وبتسألهم لورين صورة ايه لما بتشوفها بتقولهم انه مستحيل ده يكون حقيقي وبتاخد جينا تليفون ريمون وبتقوله انها هتحاول تتكلم اي حد وبتخرج برة وبيخرج ريمون معها وبتقول جيل لديفيد انها شافت حد واقف برة ولما بيخرج بيلاقي الزابط اللي شافهم على الطريق بيفضل الزابط يزعقله وبيسأله عن فيليب وبيدخلوا ديفيد جوا بيخلي جيل تترجمله وبيوري له ديفيد جثة انا ماريا وفيليب وبياخدهم الزابط وبيقولهم ينزلوا البطروم وبيطلب بينهم يدخلوا جوا السندوق وبيقدر ديفيد ياخد بينهم مسدس وهو بيحاول يدخلوا جوا السندوق وبيقوله الزابط انه بيعمل كده عشان يحميه هو وعيلته وان انا ماريا ما كانتش طفلة وانها ملعونة والحقيقة ان في ساحرة سكنة جسمها وان اللي بيقتلها بتستخدم جسمه وبتلبسه فما ينفعش تقتلها وكمان بتستخدم اسرار الناس وبتستدرجهم بيها لحد ما بتقتلهم وكمان في حد من عائلته ما بقاش منهم بيسألوا مين اللي كان مع انا ماريا لما ماتت فبيقوله لورن وجينا هم اللي كانوا موجودين بيوريلوا علامة في ورقة وبيقوله انها هتعلم في جسم الساحرة فبيطلع وبيجربها على لورن بس ما بتطلعش هي وبتكون جينا هي اللي بقت الساحرة دلوقتي بيروحوا يدوروا عليها وبتكون جينا بتتحرش بريمون وبتقوله انها عارفة ان فيليم مش اول واحد هو يقتله وانه بيستدرج البنات وبيقتلهم وبيحشي جسمهم بالمخدرات بتبوسوا جينا واول ما بتبوسوا بيبدأ ريمون يرجع دم وبيكونها يموت فبيقتلها وبيحاول يهرب بس بتكون الساحرة سيطارت عليه وفي الوقت ده بيكون ديفيد وجيل بيدوروا في حاجات فيليب بتقوله جيل انه زمان كان فيه مجموعة من القصص الاسبان جابوا الساحرة دي هنا على مشنقة وقتلوها وبيكون فيه اسامي موجودة في نوتا وبيلاقوا فيها اسم مورالس الزابط وفي الوقت ده بيمنع مورالس ريمون انه يهرب وبيرجع البيت وبيكون ديفيد مش عاوز يرجعه بيقوله انه جده كان من القصص اللي قتلوها لانها قتلت ابوه وبيدخل ديفيد وبيقوله مورالس انها عاوزة انتقب من اللي عملوا فيها كده وانهم مجرد عقب افطرقها وبيقوله خذ عربيتي وهربوا انتو ولما بيمشوا بيهجوا عليهم بريمون بس اللورين بتكلبشوا في العربية وبتقع العربية في البحيرة بس ديفيد بيروح ينجزوا عشان ما يلبسش حد تاني ولما بيطلع لورين بتقتله فبيلبسها وبيربطها ديفيد وبيرجع بيها البيت بيقوله مورالس انه هيقتلها علشان تاخد جسمه وهم يهربوا لان جسم لورين ضعيف وبياخد ديفيد جيل وبيستخبه بس بتظهر لورين وبتقوله انها عاوزة جسمه وبتقتل مورالس بس لما بتنزل تحت بيتغير شكلها وبتتحول لمرسلة براته القديمة ولما بيقدر يدخلها ديفيد السندوق بتاجم عليه وبتنكزه جيل وبتقتلها فبتدخل هي السندوق قبل ما تتحول وبتقوله يقفل عليها وبيكون ديفيد مش قادر لحد ما بتبدأ تتحول فبيحبسها جوه وبيفضل قاعد برا حزين وبيكرر انه ما يمشيش ويدور على حل ينكز بيه بنته من غير ما يموتها وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة